طبعا بنرحب كمان بسلا سلا حامد طبعا زميلتنا اللي هتعرفنا على كل كواليس وأخبار النادي الأهلي وبعستنا في المغرب غير كمان بعض الأخبار والكواليس على مباراة يوم الأربع القادم نصف نهاية كأس العالم للأندية ما بين العملاق النادي الأهلي وعملاق الكرة الأوروبية ريال مدريد سلا بنرحب بيك أهلا بيك مساء الخيري كابتن ياني وطبعا مساء الخيري كابتن إسلام مبسوطا أنا مع حضراتكم النهاردة التاني مرة على التوالي طبعا في الأهلي في المونديال ومفسوطة وفخورة جدا أنا مع حضراتكم طبعا النهاردة إيه؟ انت تاني مرة بس بش التالتة لا دي تاني مرة تاني مرة ده ممكناش بتواجدين الجيل ده برضه كانت الجيل يعني يكيل كويس آه 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 عشان الفترة اللي جاية لازم نديهم بقى حقوق إن شاء الله فطبعا يعني أنا فخورة أنا مع حضراتكم وكمان يعني تاني يوم على طول بعد فوز مبارح لساتل ساوندرز طبعا الأمريكي وتأهل لنصف نهائي من بطولة كأس العالم الأندية ومواجهة ريال مادريد وزي ما حالك قلت يا كابتن هاني يعني مواجهة ما بين الفريق الأكثر تتويجا في أفريقا والأكثر تتويجا في العالم وأوروبا يعني شيء يضع للفخر وزي ما قال كابتن إسلام يعني عنوان الحلقة النهاردة اللعب مع الكبار يعني الحمد لله طبعا عن نامة نادي الأهلي وإن شاء الله نهاردة في فقرتنا يعني هيكون مليئة بالمعلومات الخاصة بفريق النادي الأهلي والفرق المشاركة في البطولة نفيد بها طبعا كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان طبعا خين نبتدي أخبارنا النهاردة والخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي في المغرب استعني في فريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته الجماعية ظهر اليوم بدون راحة وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 مبارح في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للأندية كمان نادي الأهلي بيستعد لمواجهة ريال مدريد الأسباني في مباراة القبل النهائي من بطولة كأس العالم الأندية مساء يوم الأربعة المقبل وكمان مستر مارسال كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي قاد المران اليوم يعني الأول بدأ بالفقرة البدنية بالكرة لعبي النادي الأهلي في بداية المران والتدريب الجماعي الأقيم اليوم وكمان أدى الفريق الأول لكرة القدم فقرة بدنية لمدة نص ساعة قبل ما يستأنف باقي فقرات المران الجماعي واللي اجتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتكية كمان اختتم المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم مستمرسال كولر الفقرات في المران بتأسيمة قوية شارك فيها جميع العبي النادي الأهل المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبير من جميع العبي النادي الأهلي كمان نقاض ميستر ميشيل يونكن يعني مدرب حراس المرمى تدريبات الثلاثي حراس المرمى سواء علي لطفي حمزة علاء مصطفى مخلوفة في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل ان ينتظموا في التأسيمة مع باقي اللاعبين. كان تاني خبر معنا النهاردة وده اول خبر معنا النهاردة تاني خبر وهو عن انه ميستر مارسال كولر قرر انه جميع اللاعبين نادي الأهلي اللي شاركوا في المباراة امس امام سياتل ساوندرز الامريكي انه يعني كل اللاعبين اللي شاركوا بمدة كبيرة في المباراة انه هم يعني يقوموا ببرنامجا برنامج استشفائي وتدريبات خفيفة لجميع اللاعبين اللي شاركوا في اللقاء امام سياتل ساوندرز وكمان قرر مستر مارسال كولر انه يخوض مجموعة اللاعبين اللي شاركوا في المباراة تدريباتهم في وده كان موجود طبعا في مقر إقامة باعتة فريق النادي الأهلي في مدينة طنجة بالمغرب ويفضل مستر مارسال كولر أنه يخود يعني جميع العابين النادي الأهلي اللي شاركوا فيه المباراة تدريبات بالجيم اللي هتكون طبعا فيه الفندق الإقامة اللي طبعا لتجنب الإرهاق والتعب بالنسبة للعابين النادي الأهلي لأنه هم طبعا يشاركوا فيه مبارايتين فيه فترة ويمد قصيرة جدا ثالث خبر معنا النهاردة واللي هيكون عن اجتماع مستر مارسال كولر المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم باللعابين في حضور الكابتن سيدة بالحفيز مدير الكرة وده ذلك قبل انطلاق المران اليوم وتدريبات بالنسبة لفريق النادي الأهلي وحرص مستر مارسال كولر والكابتن سيدة بالحفيز على الحديث مع اللعابين قبل انطلاق المران تأكيدا على غلق صفحة مباراة أمس أمام سياتل ساوندرز الأمريكي والتركيز بجدية في الاستعدادات لمباراة ريال مدريد الأسباني في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس العالم الأندية وكمان نتكلم فيها مستر مارسال كولر مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز أو التجهيزات لمباراة ريال مدريد المقبلة وضرورة الاستعداد النفسي بالأخص في هذه المباراة طبعا يا كابتن إسلام ويا كابتن هاني يعني شيء مهم جدا أنه وجود كابتن زي كابتن سيدة الحفيز كان طبعا متواجد مع الفريق الأول في مباراة 2001 مع فريق نادي الأهلي أمام ريال مدريد يعني شيء مهم يعني اللاعب كان متواجد في المباراة دي متواجد طبعا دلوقتي كمدير الكورن هو ينقل أكيد خبراته وكل الأمور كانت موجودة في المباراة مع ريال مدريد طبعا مع الجيل الحالي طبعا دايما اللاعب في كأس العالم يحتاج أن أنت تبقي دايما عندك خبرة كأس العالم مختلف عن اللاعب في الدوري مختلف عن اللاعب في بطولة إفريقيا مهما كان مستوى الفرق يا كابتن هاني اللاعب في كأس العالم للأندية أنا تشرفت أن أنا بلعب في كأس العالم للأندية مرتين مرة لم تكن موفقة والمرة التانية خدم ديلي ميداليا وده كان بسبب أن أنت بقى عندك خبرة صحيح أكيد أنت حسيت كابتن اسلام بالفارق ما بين أول مرة وما بين تاني مرة وده يمكن أن الكابتن سايد عبد الحفيز بيحاول كمان ينقله من خلال وجوده مع اللاعب وهو لعب أمام ريال مدريد ولعب كأس العالم للأندية وبالتالي بجانب طبعا الشغل الإداري المنظم جدا بيه كابتن سايد لكن كمان على مستوى على مستوى نقل الخبرات وده مهم جدا كمان يا سالة إن كابتن سايد الحفيز متواجد بشكل دائم قريب جدا من اللاعبة وعلى مستوى الخبرات كلاعب كرة وكلاعب سابق لنادي الأهلي ونجمل نجوم النادي الأهلي إن كمان بينقل هذه الخبرات لللعبة وبالتالي إن شاء الله يعني النادي الأهلي بيعمل كل حاجة لديتيلز الصغيرة علشان إن شاء الله بإذن الله يكون موفق يوم الأربع بإذن الله إن شاء الله طبعا خلينا نستكمل أخبارنا النهاردة ومن جميع جماهير النادي الأهلي على حالة الفريق وجميع اللاعبين في صفوف فريق لنادي الأهلي يمكن خليني أقول لكم أنه طبعا الجهاز الطبي حدد برنامج تدريبين خاصا لمحمد مجدي أفشا انتظم محمد مجدي أفشا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في برنامج تدريبي منفرد على هامش المران الجماعي للفريق ظهر اليوم وانتظم أفشا في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل المران بالتدريب الخاص تحت إشراف مستر أندرياس أندوية مخطط الأحمال بالفريق وقال الدكتور أحمد أبو عبلا رئيس الجهاز الطبي للفريق أنه حدد برنامج تدريبين خاصا لمحمد مجدي أفشا بسبب أن طبعا بعد مباراة أمس اشتكى من دور برد خفيف عقب مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي مبارح ويوضح كمان الدكتور أحمد أبو عبلا أنه أفشا هينتظم فيه التدريبات الجماعية ان شاء الله مع الفريق بشكل طبيعي بكرة كمان الخبر معنا النهاردة أنه مستر مرسال كولر اجتمع مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلا لطمئنان على باقي الفريق يمكن مستر مرسال كولر اجتمع مع الدكتور أحمد أبو عبلا قبل انطلاق المراهن النهاردة الجماعي ظهر اليوم على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بإلا مغرب وحرص المدير الفني للفريق على طمئنان على حالة أو الحالة الطبية لجميع العيب النادي الأهلي بعد مواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم الأندية واللي فاز بها الأهلي إمبرح وآخر خبر معنا النهاردة طبعا متعلق ببعثتنا ببعثة فريق لنادي الأهلي أنه البعثة النهاردة بعد التدريبات الجماعية وصلت بعتة الفريق الأول لقرة القدم بنادي الأهلي إلى مدينة الرباط للإقامة هناك وخوض التدريبات الجماعية استدادنا لمواجهة ريال لمدريد قبل نهاية كأس العالم الأندية وذلك وفقه للبرنامج المحدد من اللجنة المنظمة للبطولة فيفا طبعا يا كابتن إسلامو يا كابتن هاني أكيد أنه فريق زي فريق لنادي الأهلي طبعا بعد ما كانوا يعني هنا في مصر في بعض المواجهات في بطولة الدوري بعد كده السفر لبطولة كأس العالم الأندية ولعبوا مباراتين يعني في أقل من أربع أو خمس أيام ده شيء أكيد مرهق على اللعبة والتأكيد كان شيء مهم منه مثل مرسل كولر طبعا على حالة جميعها لعب النادي الأهلي طبعا ما فيش شك طبعا الصفر في حد ذات وقد يكون مرهق شوية وبالتالي اعتقاد الشخصي وده الأكيد أن مرسل كولر بيقدم التدريبات الاستشفائية على مستوى الجري الخفيف على مستوى الجم على مستوى يمكن الراحة لبعض اللعبين في النهاية كلنا يتمنى طبعا إن شاء الله مباراة جيدة جدا إن شاء الله للنادي الأهلي سلام بيكونك شكرا جزيلا إن شاء الله السنة الجاية تبقى السنة الثالثة على التوالي مش السنة الثانية إن شاء الله يا كابتن هاني ويعني طبعا كنت مبسوطا أننا كنت معاكم النهاردة وتاني مرة مش تلات مرة كابتن إسلام تاني مرة على السبSabاني سنة جاية بح Lance تبقى الثالثة ويعني ان شاء الله نادي الأهلي يوم الأربع يفرحنا ويعني يفوز في المباراة يمكن زي ما قد الكابتن إسلام طبعا يا كابتن هاني الأهلي لا يعرف المستحيل وديما معودنا يعني طبعا على المفاجآت فإن شاء الله يوم الأربع نفرح كلنا بفوز يعني غالي طبعا يعني طبعا ممكن فنية لتكون بالنسبة للمدريد المباراة ولكن إن شاء الله إن كلنا نفرح يوم الأربع في مباراة للنصف النهائي من بتويت كأس العام الأندية بشكركم جدا إن شاء الله شكرا لك على كل الكواليس والأخبار